السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم بعيدا رميدي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة التي سنخصصها للصفحة رقم 35 من كتاب المختار في النشاط العلمي لمستوى الثاني إذن درس الضجيج صوت مزعج إذن الضجيج هو الصوت المرتفع الذي يؤذي الأذن ولا نستطيع سماعه فهو صوت مزعج إذن الهدف هو أن أتعرف الضجيج وأتجنب سماعه وإحداثه وضعية الانطلاق إذن كل لحظه هنا الصورة ماذا تبين الصورة عندنا هنا طفلة أو فتاة تضع يديها على أدنيها وكل لحظه أدنيها وكل لحظه هنا طفلين يلعبان ويصرخان كل لحظه الطفل هذا ماسك واحد المقلات ولا واحد الآن يوكي ويقرعها إذن فبهذا يحدث صوتا مزعجا مما أزعج الفتاة إذن أبين ما يقلق ليلى ليلى يقلقها الصوت المزعج أو الضجيج الذي يحدثه الطفلان إذن ألاحظ وأتساءل أتساءل لماذا تضع ليلى يديها على أدنيها أفرادكم لماذا تضع يديها على أدنيها لكي لا تسمع هذا الضجيج أو لأنها لا تريد سماع هذا الصراخ وهذا الصوت المزعج إذن لأنها لا تريد سماع أصوات تزعجها إذن قلنا التساؤل هو لماذا تضع ليلى يديها على أدنيها لماذا لماذا تضع ليلى يديها على أدنيها قلنا لماذا تضع ليلى يديها على أدنيها لكي لا تسمع هذا الضجيج أو لتجنب سماع هذا الصوت المزعج إذن لأنها لا تريد سماع أصوات تزعجها إذن لأنها لا تريد سماع أصوات تزعجها إذن لأنها لا تريد سماع أصوات تزعجها لذلك تضع يديها على أذنها إذن أتحقق ولاحظوا الرسمة وأملأ الفراغ بالكلمة المناسبة يؤثر على صوت إذن كنلاحظوا هنا في الصورة الأولى مجموعة دي الأطفال يعني يحدثون أصوات مزعجة وكنلاحظوا هنا الطفل في الوسط يضع يديها على أدنيها لماذا؟ لكي لا يسمع هذه الأصوات المزعجة لأنها تؤذيه وتؤذي أذنيه إذن هذا الطفل متأثر بالضجيج متأثر بضجيج أصدقائه هنا طفلة تستمتع بموسيقى هادئة إذن الموسيقى الهادئة فهو صوت غير مزعج إذن الضجيج مزعج الصحتي إذن غنب الأبهد الكلمات هذه الضجيج صوت مزعج يؤثر على الصحتي إذن يؤثر على الصحتي الضجيج صوت مزعج يؤثر على الصحتي إذن علينا تجنب الأصوات المزعجة أو الأماكن التي تكون فيها أصوات صاخبة ومزعج إذن الضجيج صوت مزعج يؤثر على الصحة إذن ما هي الخلاص التي سأخرج بها إذن سأقول بأن الضجيج صوت مزعج يؤذيني أتجنب سماعه وإحداثه لا يجب علي إحداث الأصوات المزعجة الضجيج صوت مزعج يؤذيني أتجنب سماعه وإحداثه إذن لا يجب علي إحداث الأصوات المزعجة وأيضا يجب علي أن أتجنب الأماكن والأصوات المزعجة يعني الأماكن التي تكون فيها أصوات مزعجة أو ضجيج إذن ضجيج فهو بغوي بغوي مزعج جان يعني كي جان يؤذي يزعج هادئ كالم حذب هنا موسيقى هادئة ميزيك كالم استثمر ألون البطاقة التي تعبر عن صوت هادئ بالأخضر والبطاقة التي تعبر عن ضجيج بالأحمر إذن أتحدث بهدوء فهو يعني صوت هادئ كان هذا غير باللاتلة أرفع صوتي أتحدث بهدوء إذن هذا صوت هادئ إذن بالأخضر ستلونه بالأخضر أرفع من شدة صوتي التلفاز يعني كان زيد فلوفوليوم ديال التلفاز فهذا صوت مزعج يعني سنؤدي النفسي ونؤدي الآخرين إذن أرفع من صوتي التلفاز فهو صوت مزعج هذه تلونه بالأحمر ألعب بأجهزة إلكترونية فأيضا لعب بالأجهزة الإلكترونية تحدث صوتا وضجيجا ألعب بالكرة في البيت أيضا فهو أمر غير مستحب ويحدث ضجيجا إذن هذه الأصوات المزعجة والأصوات الهادئة إذن الصوت الهادئ هنا هو أتحدث بهدوء أرفع من شدة الصوت فهو صوت يعني يحدث ضجيج وصوت مزعج أيضا اللعب بالأجهزة الإلكترونية يحدث ضجيجا واللعب بالكرة في البيت يحدث أيضا ضجيجا وبهذا نكون قد أنهينا حصتنا لهذا اليوم شكرا على المتابعة وإلى اللقاء